في الحالات المشهورة زي عبدالحليم حافظ والناس دول كان هو الضبط الحالة بشركة ما هو عبدالحليم حافظ كان عنده بالهرسية قدت إلى ارتفاع ضغط الدم في الضارة البابية دي كانت الأزمة بتاعت زمان ما حال بالهرسية لا ولأنه علشان كان بيتنقله دم كتير فجاله فيروس C فجاله فيروس C بس أياميها ما كانش يعرفه الفيروس C ما كانش فيه اختبار معمالي للكشف على الفيروس C لكن فيه حد من دكاتر بعد مع محيمة وفى بسنين قال انه فحصوا العينات بتاعته ولاقوا فيها كان فيها فيروس C أيها فنم لأنه وده السبب اللي خلها توفي في الآخر أهم أسباب انتقال العدوى الفيروس C هي نقل الدم فهو كان بيتنقله كميات نقل الدم ومش معروف أي فحص يعني كان بفحصه للبي إنما C ما فيش فحص طيب فاتنقله C